موسيقى خلال استقباله سلطنة طائفة البهرة بالهند رئيس السيسي وشيدو بدور الطائفة في ترمين مساجد وأضرحة آل البيت والمساجد الأثرية بالقاهرة مصر تبلغ الأطراف المعنية بتحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع بغزة وتحذر إسرائيل من تدعية استمرار سيطرتها على معبر رفح من الجانب الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي يواصل وارتكاب المجازر بقطع غزة ويأمر بإخلاء مناطق شرق رفح الفلسطينية السادسة مساء بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت جرانيش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطان طائفة البهرة بالهند مفضل سيف الدين يرافقه شقيقه الأمير القائد جوهر عز الدين وأنجاله الأمير جعفر الصادق عمد الدين والأمير طاه نجم الدين والأمير حسين برهن الدين وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس السيسي أشاد بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر بالطائفة وبالدهور الذي يقوم به السلطان والطائفة في ترميم مساجد وأضرحة أل البيت والمساجد الأثرية بالقاهرة استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند والوفد المرافق له وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة السلطان مفضل سيف الدين إلى مصر مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر بالطائفة وبالدور الذي يقوم به السلطان بترميم مساجد وأضرحة أل البيت والمساجد الأثرية بالقاهرة بالإضافة إلى المشروعات التنموية والخيرية التي تقوم بها الطائفة في مصر ومؤكدا حرص الدولة على الاستمرار في مصار التنمية في كافة أنحاء البلاد بما في ذلك المناطق التاريخية بالقاهرة التي تبذل الدولة جهودا كبيرة لتطويرها واستعادة وجهها الحضاري من جانبه أكد سلطان البهرة تقديره البالغ للسيد الرئيس وللجهود التنموية التي تقوم بها مصر على جميع الأصعضة وما يشاهده من استمرار التقدم والتطوير في مصر فضلا عن حرص الدولة والسيد الرئيس بشكل دائم على تعزيز مبادئ وقيم المواطنة والتسامح بما يعزز تعايش والسلم الاجتماعي كما نوها سلطان البهرة إلى الدور المصري المقدر في دفع جهود إرساء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم مشيدا بسعي مصر الدؤوب للعمل على إنهاء الحروب والنزاعات لتحقيق مستقبل أفضل لجميع الشعوب أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تواصل التركيز على الاهتمام بقطاع الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وفي مؤتمر صحفي عقب تفقده عددا من مصانع العاشر من رمضان أضف مدبولي أن المكون المحلي لمنتجات مصنع سانبيور لتصنيع الأدوات الصحية يزيد على 75% النهاردة الحقيقة الثلاث مصانع اللي احنا كنا تفقدناهم يمكن بدأنا بمصنع كبير جدا حضركم يعني شفتوا معنا وهو متخصص في إنتاج الأجهزة الصحية والحقيقة هو مصنع بكل المقاييس على أعلى مستوى عالمي ممكن تكون في هذه الصناعة والمصنع بالحقيقة بيصنع لكل البرندات العالمية يعني المصنع زي ما حركم شفته بينتج لكل الأسماء العالمية اللي احنا طول عمرنا بنسمع عنها أنها دي أعلى منتجات في العالم وبقى بيصدر لهذه الدول اللي هي الهدف بتاعه كله التصدير لأوروبا وحيبدأ التصدير لأمريكا وشفنا مدى يعني جودة العمل وأعلى مستوى والأهم التصميمات العالمية اللي بقت النهاردة تفوق ما يعني اللي احنا بنشوفه حتى في الدول المتقدمة وده الحقيقة كانت حاجة مشرفة وحاجة تفرح قلعة صناعية كبيرة جدا فيها أكتر من ألفين عامل وفيها يعني أكتر من مئة مهندس مصري التصميمات بتتعمل في مصر قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إنه تفقد مصنع بوش العالمي لتصنيع الأجهزة المنزلية وسيبدأ الانتاج خلال الشهر القادم ووضح مدبولي أن الدولة تعمل على التوسع في إطار جذب الاستثمارات في مجال إنتاج الهواتف المحمولة مصنع بوش ده مصنع عالمي كبير جدا شركة عالمية أوروبية معروفة كبراند عالمي وده يمكن الحقيقة كانت الفرصة لإقناع هذه الشركة أنها تتواجد في مصر كان في أثناء زيارة للخارج وقابلنا رئيس الشركة وكلمنا معاهم على أن هما لازم يبقى لهم هب هنا في مصر ادنا لهم الرخصة الزهبية خصصنا لهم الأرض إن شاء الله المصنع تبقى لمدير الشركة حيبدأ الانتاج في شهر نوفمبر القادم حيبدأوا صحيح بالبتجازات ولكن التوسع حيبقى للتلاجات والغسلات بعد كده وعندهم الخطط إن هما يغطوا منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وده جزء مهم جدا إن إحنا بنوري إزاي إن إحنا بنستهدف الشركات العالمية إنها تيجي وتبقى موجودة معنا آخر مصنع اللي إحنا موجودين فيه وهو مصنع فيفو وده طبعا مصنع لأحد أهم المركات العالمية في إنتاج الموبايلات مصر بتستورد وكانت بتستورد لغاية سنتين تلاتة فاتوا موبايلات بأكتر من مليار ونص دولار سنويا وكلها بتبقى استيراد النهاردة إحنا بنستهدف إن يبقى عندنا من أكبر خمس شركات عالمية بتنتج موبايلات حيبقى عندنا أربعة منهم بينتجوا في مصر ده واحد منهم وأشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تواصل جهودها الرامية لتعميق صناعة وتحقيق تحسن مضطرد في مسار توطين الصناعات بما في ذلك صناعة السيارات وتوفير فرص عمل أضاف مدبولي أن الدولة تستهدف جذب المصانع العالمية إلى أرض مصر المنتج الأهم اللي احنا كمان مركزين عليه قوي والفترة الجاية وحيبقى الزيارات المستقبلية لفترة الجاية هنشتغل عليه هو مصانع السيارات وإحنا يمكن من خلال المجلس الأعلى للسيارات شغالين على هذا الموضوع بقوة دخلنا القانون بتاع حوافز السيارات والنهاردة الاتفاقات اللي اتعاملت مع الشركات العالمية إنها هتبدأ تصنع منتجات جوه مصر بنفس النموذج اللي شفناه كنمازج نجحة في بعض الدول الأفريقية هيبدأ في مصر وإن المفروض إن متوقع إن شاء الله أول خطوط إنتاج تبدأ تنتج السيارات في عام 25 وده حيبقى شيء خطوة كبيرة جدا وده شيء مهم جدا لإن مصر برضو كانت فطورتها السابقة في السيراد السيارات أكتر من أربعة مليار دولار سنويا وكل ده عشان كده إحنا بنركز الدولة بتركز والحكومة بتركز بتشوف فين الفواتير اللي كانت بترهق الاقتصاد المصري إزاي أشجع الشركات العالمية إنها هتيجي تفتح هنا إزاي أحفزهم إن هم ينتجوا هنا عشان أهلل الفطورة بتاعتي وكمان علشان أخلق فرص عمل وأدي فرصة للتصدير قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بجولة تفقدية في عدد من مصانع مدينة العاشر من رمضان في إطار سلسلة جولات تستهدف تدليل المعوقات والتحديات التي تواجه سير العمل بتلك المصانع واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته بتفقد مصنع شركة سان بيور لتصنيع الأدوات الصحية وخلال جولته في المصانع التي تشمل العديد من المشروعات الصناعية والسكنية جدد مدبولي التأكيد على استعداد الحكومة لتقديم مختلف صور الدعم المطلوب لدفع العمل بالشركات والمصانع المختلفة كما تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مشروع إنشاء مصنع بوش الألماني للبوتجزات في مصر خلال الجولة دعا رئيس الوزراء إلى العمل على سرعة استكمال الإنشاءات وبدء التشغيل تمهيدا لدخول المصنع حيز التشغيل وبدء إتاحة منتجاته في السوق المصرية في أقرب وقت ممكن وتتداوز استثمارات المشروع خمسين مليون يورو كما يوفر نحو ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة هذا وتفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مصنع شركات بيبو للهواتف الذاكية بالعشر من رمضان وأكدمت بولي اهتمام الدولة بتعزيز التواصل مع المصنعين من الشركات العالمية وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ خططهم التوسعية بمصر خاصة المواجهة للتصدير اختتم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جولته بمدينة العشر من رمضان بتفقد وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين يتضمن المشروع تنفيذ 68 عمارة سكنية تشمل 1632 وحدة سكنية موزعة على ثلاثة مواقع كما يشمل المشروع تنفيذ مجموعة من الانشاءات الخدمية بالإضافة إلى منطقات أسواق ودور عبادة ويتم تنفيذ مشروع آخر يتمثل في الإسكان الأخضر بالمرحلة الخامسة في منطقة الخدمات الأقليمية يشمل تنفيذ 44 عمارة وذلك في إطار مشروعات الإسكان بالعشر من رمضان إن مصر أدانة منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ونؤكد اليوم من جديد أزيل إدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاتي على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قصري غير مقبول أكد مصدر رفيع المستوى أن مصر أبلغ تكافة الأطراف المعنية بتحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع بقطع غزة وشدد المصدر على أن مصر حذرت إسرائيل من تدعية استمرار سيطرتها على معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما أوضح المصدر رفيع المستوى أن مصر قامت بدورها للوصول إلى اتفاق هنة وتحملت مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني بأدواتها الدبلوماسية وحكمة قيادتها السياسية أثبتت مصر أنها رمانة ميزان منطقة فمنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تبزل مصر جهوداً حسيسة للتوصل إلى تهدئة للأوضاع وإنجاز صفقة تبادل المحتجزين وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية حتى الوصول إلى مرحلة المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس التحرك والمفاوضات الأخيرة التي تقودها مصر تأتي في وقت بالغ الأهمية وهي بمثابة توقي النجاة لمنع توسع الصراع في المنطقة وتلاش أي تدعيات للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولم تكتفي مصر بالاتصالات المكسفة التي تقوم بها القيادة السياسية مع كافة الأطراف بل اقترحت رؤية متكاملة لحل أزمة غزة وأصبحت هذه الرؤية بما اجتملت عليهم المكترحات عملية بمثابة المحور الرئيسي لكافة المفاوضات التي تمت في باريس والدوحة وتل أبيب ثم مؤخرا في القاهرة المكترحات المصرية الأخيرة أطفت أجواء إيجابية على المفاوضات وحظيت بترحيب الأطراف المعنية ومن هنا برزت آمال هدنة ينتظرها سكان قطاع غزة حتى تتوقف تداعيات الكارثة الإنسانية ولا زالته مصر تسعى جاهدة لتجنيب أهالي غزة وإلى تشن إسرائيل عملية عسكرية موسعة في رفح الفلسطينية مع تكسيف اتصالاتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل وحركة حماس من أجل منع تدهور الأوضاع في المنطقة واحتواء الموقف الذي يمكن أن يصل إلى نقطة لا عودة وعلى جميع المستويات وخلال جميع الاتصالات ومصار مراحل التفاوض المختلفة أكدت القيادة السياسية على عدد من الثوابت ومن بينها رفض تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية ثوابت لا تتغير ولا تتأثر حيث ظل الموقف المصري منذ اللحظة الأولى من بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي يواصل المساعد دؤوبة لدعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية والتوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية نفذت مصر والأردن والإمارات عملية إسقاط من الأطنان للمساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة يأتي ذلك استمرارا للجهود المضنية التي تبذلها الدولة المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق والتعاون مع كافة الأطراف والقوى الدولية لنزع فتيل الأزمة الراهنة والوصول إلى هدنة شاملة داخل قطاع غزة استمرارا للجهود المضنية التي تبذلها الدولة المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق والتعاون مع كافة الأطراف والقوى الدولية لنزع فتيل الأزمة الراهنة والوصول إلى هدنة شاملة داخل قطاع غزة لإنهاء المأساة الإنسانية شديدة الصعوبة التي يواجهها المواطنون الفلسطينيون بقطاع غزة كثفت القوات الجوية المصرية طلاعاتها اليومية بالتعاون مع نظيرتها من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العجلة على شمال قطاع غزة وذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من الطلاعات الجوية بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية واستمرار أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على المناطق المتضررة شمال القطاع يأتي ذلك ارتباطاً بالجهود والمساعي المصرية على كافة الأصيدة للطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه إنفاذ المساعدات الإغاثية على قطاع غزة بصورة كافية ومستدامة والعمل على وقف الحرب ومنع اتساع دائرة الصراع في المنطقة تنفيذاً لتوجهة الرئيس عبدالفتح السيسي بتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الأزمة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية تواصل مصر دعم الأشقاء في غزة بالمساعدات الإنسانية وصلت اليوم أول طائرة من إجمالي أربع طائرات مساعدات متوقع وصولها تباعاً محملة بخمسة ألاف خيمة ساعة كل خيمة ستة عشر فردة هذا وقد قدمت مصر ثمانون بالمئة من إجمالي تلك المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة وللمزيد حول حركة استقبال المساعدات الدولية عبر مطاري العريش الدولي يرصده لنا الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري إليك تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين ما زلنا في متابعة مستمرة لما يحدث على الجانب المصري من بوابة معبر رفح المصرية وأيضاً مدينة العريش نتحدث بالطبع عن آخر ومستجد الأحداث والأخبار وهو استمرار القصف من قبل قوات الاحتلال على جنوب قطاع غزة وتحديداً مدينة رفح هذا القصف المستمر من الطائرات الحربية والمدفعية لا يتوقف على الإطلاق يستهدف شرق رفح ويستهدف أيضاً غرب رفح نتحدث عن توسعة جديدة لقوات الاحتلال في عملياتها داخل مدينة رفح بعد أن قالت من قبل أنها كانت عملية محدودة إلا أن هذه العمليات تم توسيعها منذ صباح اليوم وأيضاً تم تحديد أماكن أخرى لينزح إليها المواطن الفلسطيني من رفح إلى أماكن أخرى مثل مدينة المواصي داخل أيضاً وسط قطاع غزة تتحرك ألاف الفلسطينيين بالفعل من أماكنهم ومن أماكن نزوحهم الأولى بالفعل إلى الأماكن الجديدة الأونر وتتحدث عن ما يقرب من 150 ألف نازح منذ احتلال معبر رفح من الناحية الفلسطينية أيضاً قوات الاحتلال تتحدث عن ما يقرب من 300 ألف نازح لذلك تتضارب الأرقام بين الأونر وقوات الاحتلال لكن هذا لا يقلل من حجم المأساة فمئة وخمسين أو 300 ألف نازح هو عدد كبير جداً وهي أجج المعاناة الإنسانية لأشقاء في قطاع غزة وهذا ما أكدت عليه مصر بالفعل في الأمم المتحدة أن ما يحدث الآن هي كارثة إنسانية وهو يؤدي إلى التصعيد الكبير وهو يؤدي إلى عدن استقرار وهو مصرح به أيضاً وزير الخارجية سامح شكري عندما تحدث عن ما يحدث في مدينة رفح هو يؤدي إلى عدم استقرار للمنطقة وخصوصاً في ظل التصعيد بين جميع الأطراف نتحدث أيضاً عن استمرار استقبال يعني أو إرسال المساعدات من الناحية المصرية إلى الأشقاء في قطاع غزة عن طريق اللجنة العليا للمساعدات الأجنبية وهي مليئة بأكثر من 600 طن من المساعدات المصرية اللي يتم إيصالها إلى الأشقاء في قطاع غزة إلا أن بوابط نعبر رفح وكرم أبو سالي المفتوحة من الناحية المصرية ولكن قوات الاحتلال تغلقها وتمنع دخول المساعدات من الناحية الأخرى والآن عودة إليكم في الستوديو مرة أخرى أكدت حركة حماس أن استمرار الاحتلال في إغلاق معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني ينذر بكارثة إنسانية ويفاقم حالة المجاعة وفي بيان لها طالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها بالتحرك العاجل لوقف الكارثة الإنسانية في ظل تصعود هجوم الاحتلال على رفح الفلسطينية قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام أن القوات الإسرائيلية أصدرت أوامر بإخلاء السكان من مناطق شرقي رفح الفلسطينية والتوجه إلى المنطقة الإنسانية المؤسعة في الموسى وطلب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي من السكان والنازحين في جباليا بشمال غزة وأحدى عشر حيا في القطاع أتوجها على الفور إلى مناطق غربي مدينة غزة ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القوات الإسرائيلية تستعد لشن غارة عسكرية على منطقة جباليا شمال قطاع غزة وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية أن العملية العسكرية المتوقعة في جباليا هي الثانية للقوات الإسرائيلية بالمنطقة بالتوازي مع أخرى في حي الزيتون بالإضافة إلى العملية المزمع تنفيذها في رفح الفلسطينية استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف صاروخي ومدفعي لطائرات ومدفعيات الاحتلال على منازل المواطنين في مناطق مختلفة من قطاع غزة وأطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي عشرات القذائف على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة الذي يتعرض لليوم الثالث على التوالي لقصف صاروخي ومدفعي كثيف ما أصفر عن عشرات الشهداء دون تمكن تواقم الإسعاف من انتشالهم بسبب كثافة القصف كما استهدفت مدفعية الاحتلال حي الصبرة وسط مدينة غزة بعشرات القذائف ما أدى إلى تضرر المنازل بشكل كبير أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع حصيلة العضوان الإسرائيلي إلى 34971 شهيدا و78641 مصابا وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي وأوضحت السلطات أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أربع مجازر ضد العائلات في قطع غزة وأصل منها للمستشفيات 28 شهيدا و69 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية مضيفا أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع تواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم أعلنت مصادر طبية العثور على 80 جثمانا في ثلاث مقابر جماعية بساحة مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة إضافة إلى عشرات الجثامين الأخرى داخل أقسام المجمع أوضحت المصادر الطبية أنه تم العثور حتى الآن على ما يزيد على 520 جثمانا في سبع مقابر جماعية بالمستشفيات القطاع تم اكتشافها على مدى الأشهر الماضية بعد انسحاب قوات الاحتلال من مجمع الشفاء ومجمع ناصر الطبي ومستشفى كمال عدوان وغيرها ولفتت إلى أن الفحص الظاهري للجثامين المستخرج من المقابر الجماعية أظهر أن العدد الأكبر يعود لمرضى تم حرمانهم من تلقي الرعاية الصحية ترجمة نانسي قنقر أكدت الخارجية الأمريكية أن إسرائيل استخدمت أسلحة بطرق مخالفة للقانون الإنساني ووجه مشرعون من الحزب الديموقراطي رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب فيها عن اعتقادهم أن هناك أدلة كافية تثبت أن إسرائيل انتهتت القانون الأمريكي في تقرير أمريكي وصف بالمتناقض انتقدت واشنطن طريقة استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية في الحرب على غزة لتقطع بذلك خطوة كبيرة في انتقاد حليفها الرئيسي التقرير المقدم من وزارة الخارجية الأمريكية إلى الكونجرس أكد أنه من المنطقية التقييم بأن إسرائيل استخدمت أسلحة بطرق لا تتفق مع القانون الإنساني الدولي لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الإدارة الأمريكية لم تتمكن من التوصل إلى نتائق قاطعة فحوى التقرير المطلوب بموجب مذكرة الأمن القومي الجديدة يشير أيضا إلى أنه منذ السابع من أكتوبر الماضي لم تتعاون إسرائيل بشكل كامل مع الجهود التي تدعمها واشنطن لزيادة المساعدات الإنسانية وتدفق المساعدات إلى قطاع غزة إلى الحد الأقصى وفي رد فعل أعقب صدور التقرير انتقد عدد من النواب فحواه من بينهم السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين الذي اعتبر أن الإدارة الأمريكية تجنبت النظر عن كثب فيما إذا كان سلوك إسرائيل يعني قطع المساعدات العسكرية عنها معتبرا أن هذا التقرير يناقض نفسه فهو يخلص إلى أن هناك أسباب معقولة للاعتقاد بوقوع انتهاكات للقانون الدولي لكنه في الوقت نفسه يشير إلى أن الإدارة الأمريكية لم تجد عدم امتثال المسؤولون الأمريكيون في وزارة الخارجية انقسموا حول هذه المسألة ففي أواخر أبريل الماضي أثار مسؤولون في أربعة مكاتب داخل الوزارة مخاوف جدية بشأن سلوك إسرائيل في غزة واطرحوا أمثلة محددة قد تكون انتهاكا للقانون وقبل أيام وجه مشرعون من الحزب الديمقراطي رسالة إلى الرئيس جو بايدن أعربوا فيها عن اعتقادهم بأن هناك أدلة كافية تثبت أن إسرائيل انتهكت القانون الأمريكي الذي يلزم المستفيدين من الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة باحترام القانون الإنساني الدولي والسماح بالتضفق الحر للمساعدات الأمريكية وننتقل الآن مشاهدين إلى السويد لنقل جانب من التظاهرات الداعمة من فلسطين التي تبوب السويد حاليا المترجمات للمساعدات الأخيرة ومن الغلزين بلا هلقاء راس? اشتركوا في القناة 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 بسبب اصرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على المضي قدما في الهجوم على رفح الفلسطينية وفي الوقت ذاته كل تلك الضغوط تنضي قوات الاحتلال بغرور نتنياهو وحكومته وبإصرار معاد للجميع على دخول رفح الفلسطينية متناسية العواقب الوخيمة لمثل تلك الخطوة على تل ابيب قبل غيرها في ظل ما تواجهه من مشاكل اقتصادية عارمة بسبب الحرب رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو المتشبث بالحكم تشبث الغارق بات مدركا ان وقف الحرب ونجاح المفاوضات واطلاق صراح المحتجزين وخروج قواته المحتلة من غزة يعني محاكمته على سقوطه في اختبار غزة وفساده المستشري محاكمة تقوده اليها حكومة متطرفة امام شارع غاضب ومعارضة متحفزة ففي عقيدة نتنياهو لتبقى الحرب او ليموت الجميع السدسة متواصلة على شاشة التلفزيون البصري وتتابعون فيها روسيا تعلن سيطرتها على خمس قرى في منطقة خاركايف الاوكرانية موسيقى اكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم انها تصدت لسلسلة من الهجمة الاوكرانية على اراضيها باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ اضفت الوزارة ان قواتها اسقطت 21 صاروخا و 16 طائرة مسيرة في مناطق بلغورود و كورسك و فولغوغراد الروسية ومن جانبه قال حاكم منطقة بلغورود الروسية ان رجلا لقي حتفه واصيب اخر بعد ان نفذت طائرة مسيرة اوكرانية هجوما على شاحنة متوقفة في احدى القرى الحدودية هذا قد اعلنت وزارة الدفاع الروسية ان قواتها سيطرت على خمس قرى حدودية في منطقة خاركايف باوكرانيا حيث شنت روسيا هجوما على المنطقة امس واوضحت الدفاع الروسية ان الخمس قرى تقع كلها مباشرة على الحدود مع منطقة بلغورود الروسية كان الحاكم الاقليمي للمنطقة قد اعلن في وقت سابق عن ان المئات فروا من المنطقة غدا تبدء موسكو هجوما بريا واضاف انه تم اجلاء نحو 1775 شخصا من المناطق المحاذية للحدود الروسية اشتركوا في القناة تعتزم كوريا الشمالية تزويد جيشها براجمات صواريخ جديدة من عيار 240 ملي متر اعتبارا من العام الجاري وفي غضون ذلك اعلنت وكالة الانباء المركزية الكورية ان الزعيم الشمالي كيم جونغ آن اشرف على اختبار الذخيرة الحية لنظام صاروخي مشيرة الى ان الاختبارات اثبتت ايضا قوة القضائف القابلة للتحكم بها لراجمات الصواريخ اعتبارا من العام الجاري كوريا الشمالية تعتزم تزويد جيشها براجمات صواريخ جديدة من عيار 240 ملي متر ففي فبراير الماضي طورت بيونغ يانج نظام التحكم بتلك الراجمات ما سيؤدي الى تغيير نوعيا في قدراتها الدفاعية كما اجرت الشهر الماضي اختبارا لاطلاق قضائف جديدة تطور القدرات الدفاعية للقوات الكورية الشمالية يشير الى قرب الحصول على تغيير مهم وفقا للاعلام الرسمي في بيونغ يانج وفي غضون ذلك اعلنت وكالة الانباء المركزية الكورية ان الزعيم الشمالي كيم كونجون اشرف على اختبار بالذخيرة الحية لنظام صاروخي محدث ثقنيا واشرت الوكالة الى ان الاختبارات اثبتت ايضا قوة القذائف القابلة للتحكم بها لراجمات الصواريخ لافتة الى ان نظام الاطلاق الجديد سيتم نشره لدى وحدات الجيش الشعبي الكوري كتجهيزات بديلة ويأتي ذلك في وقت يرجح خبراء بان بيونغ يانج التي تمتلك السلاح النموي قد تكون في طور تسريع عمليات الاختبار والانتاج المدفعي والصاروخي قبل ارسال هذه الاسلحة الى روسيا لاستخدامها في العملية العسكرية في اوكرانيا وتعد راجمات الصواريخ الجديدة رسالة من كوريا الشمالية للجارة الجنوبية في تصعيد لهجة ينذر بارتفاع درجات التوتر بشبه الجزيرة الكورية وتمر العلاقات بين الكوريتين باحدى اسوأ مراحلها منذ انتهاء الحرب في شبه الجزيرة الكورية في الخمسينات من القرن الماضي اعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء محدثات تستهدف سياغة مثاق عالمي للمساعدة في مكافحة الاوبئة في المستقبل اوضحت المنظمة ان الدول لم تفلح في الوفاء بالموعد النهائي وستواصل المفاوضات في الاسابيع المقبلة قبل نعقاد الجمعية العامة تهدف الوثيقة الى جانب سلسلة من التعديلات للقواعد القائمة للتعامل مع الاوبئة تهدف الى دعم دفاعات العالم ضد مسببات الامراض الجديدة بعد ان قتلت جائحة قافد 19 ملايين الاشخاص قالت السلطات في ولاية ريو جراندي دوسول في اقصى جنوب البرازيل ان سقوط الامطار تجدد في الولاية واشارت السلطات الى وصول عدد الضحايا جراء الفيضانات غير المسبوقة الى 136 فضلا عن نزوح نحو 340 الفا بينما لا يزال 141 شخصا في عداد المفقودين مع استمرار التغيرات المناخية شديدة الخطورة اعلنت السلطات في ولاية ريو جراندي دوسول في اقصى جنوب البرازيل ان سقوط الامطار تجدد في الولاية وتسبب في سقوط عشرات القتلى جراء الفيضانات غير المسبوقة الدفاع المدني قال ان عواصف وفيضانات اكتاحت الولاية التي يقطنها نحو 10 ملايين وتسعمائة الف نسمة وادت ايضا الى نزوح نحو 340 الفا بينما لا يزال العشرات في عداد المفقودين الامطار الغزيرة تسببت في وصول المياه في عدة انهار وبحيرات في المنطقة الى اعلى مستوياتها على الاطلاق بينما اغلقت الفيضانات الشوارع وعطلت الخدمات اللوجستية مما ادى الى نقص السلع الاساسية في بعض المناطق وتقع الولاية في نقطة التقاء جرافية بين اجواء استوائية وقطبية وهو ما يؤدي الى نمط مناخي تتعقب فيه فترات من الامطار الغزيرة واخرى من الجفاف ويعتقد خبراء محليون ان هذا النمط يتزايد بسبب تغير المناخ وفي كانواس وهي احدى المدن الاكثر تضررا وتقع بالقرب من بورتواليجري عاصمة الولاية يقيم اكثر من ستة الاف شخص في صالة للالعاب الرياضية باحدى الكليات تحولت الى مركز ايواء حكومة الولاية قالت ان اكثر من ثلاثمائة وخمسة وثمانين الف شخص ليس لديهم خدمات مياه في حين انقطعت خدمات الاتصالات عن نحو عشرين مدينة اصدرت وزارة الاوقاف تعميما بمنع تصوير اي جنازة سواء حال دخولها او خروجها او بالصلاة عليها بالمساجد واوضحت وزارة الاوقاف ان التعميم يأتي بسبب ما تم رصده من تجاوز في هذا الشأن ولكونه لا يليق بحرمة المساجد ولا بحرمة الميت منوهة الى ان هذا القرار يأتي مراعاة لحرمة المسجد وحرمة الميت ولمشاعر اهله استضافت دار الاوبرا رائعة البالي الكلاسيكي الجمال النائم وتقدم العرض لأول مرة فرقة البالي اوبرا القاهرة وذلك بمصحابة اوركسترا اوبرا القاهرة وذلك على مدار اربعة ايام على المسرح الكبير في امسيات فنية استضافت دار الاوبرا المصرية رائعة البالي الكلاسيكي الشهير الجمال النائم والذي تقدم لأول مرة فرقة بالي اوبرا القاهرة بمصحابة اوركسترا اوبرا القاهرة وذلك على مدار اربعة ايام على المسرح الكبير البالي الجمال النام يعتبر من الماستر بيسيز أو الأعمال الكلاسيكية المعروفة على مستوى العالم وعلى مدار تاريخ الموسيقى كله وتاريخ فن البالي اللي أم بتأليف العمل ده موسيقيا المؤلف الروسي تشايكوفسكي ودي تعتبر السلسية بتاعته بعد كسرة البندق وبالي بحيرة البجع وبالي الجمال النام فرقة بالي أوبرا قاهرة قدمت باليهات كتيرة جدا من الكلاسيكيات بس قدمت أول اثنين من السلسية بتاعت شايكوفسكي هي كسرة البندق وده تقليد دايما البالي بيقدمه كل سنة في شهر ديسمبر وباليه بحيرة البجع دي أول مرة بيقدمه الجمال النام فده يعتبر الانتاج الأول ليه في مصر أولا نحن أول مرة نعمله في مصر هو طبعا عرض عالمي يتعامل في جميع مسارح العالم ومدام ارمينيا هي كانت بتحاول من كسا سنة أن هي تعمل العرض دوات وجات الظروف والأبرا كان لها دعم كبير جدا دكتور الامي يزايد أن هي تدعم الباليه دوات لأنه أنتاج ضخم الحمد لله والحمد لله عملناه وقدمناه لأنه يتعامل من أربع فصول بس مدام ارمينيا عملت له زي ما نقول كده فكرة جديدة أنها ممكن تتعامل في فصلين ناخد الحاجات المهمة أو التفاصيل المهمة في الباليه ممكن تتعامل في فصلين وهي ده اللي احنا عملناه لجمهور باليه الجمال النائم عرض لأول مرة في عام 1980 ويعد أحد أشهر الأعمال الكلاسيكية العالمية وأحد أهم مؤلفات الموسيقر العالمي شيكوفيسكي للباليه كما قدم في عدة معالجات فنية مختلفة وكان طبعا بالنسبة لنا الدور كدور هو دور شرير وما يحتاج تركيزه كشغل شغل جديد بالنسبة لنا فكنا لازم نركز فيه وكده وزائد بقى الصعوبات اللي فيه لبس جديد فإحنا مش متعودين عليه زائد المسكوات بقى والحاجات دي عرض عالمي على مصرح دور الأوبرا المصرية يعكس قدرة واحترافية العارضين والذي يمتازج بقوة التعبير الموسيقي جيرمين إبراهيم التلفزيون المصري والآن وقفة اقتصادية من نشرة السادسة والتفاصيل مع الزميلة شروك عماد الدين شكرا لك إلهام شكرا أميرة أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة انطلقت اجتماعات المجلس الاقتصادي والاكتبعي للجامعة العربية على مستوى كبار المسؤولين تحضيرا لعقد اجتماعات المجلس الاقتصادي والاكتماعي على المستوى الوزاري غدا الأحد وذلك تمهيدا لعقد القمة العربية الثالثة وثلاثين والمقارنة الخميسة المقبل بالعاصمة البحرينية المنامة وتناقش الاجتماعات تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاكتماعي التنموي العربي المشترك وخطة الاستجابة الطارئة لتعامل مع التدعيات الاقتصادية والاكتماعية النتجة عن العضوان الإسرائيلي على دولة فلسطين في أسواق البترولة العالمية انخفضت أسعار النفط بفعل تصريحات مسؤول مجلس احتياطي للتحاد الأمريكي التي تشير إلى احتمال بقاء أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطولة وهو ما قد يعوق الطلب من أكبر مستهلك الخام في العالم وانخفضت العقود الآجلة لخام برينت واحدا وثلاثة من عشر بالمئة لتبلغ اثنين وثمانين وتسعة وسبعين من مئة دولار للبرميل وانخفض خام وغرب تكسسا الوسيط الأمريكي واحدا وثلاثة من عشر بالمئة ليبلغ ثمانية وسبعين وستة وعشر من مئة دولار للبرميل كما تراجعت أسعار المزود تعالميا بنسبة واحدا وثمانية من عشر بالمئة لتصل إلى ثنين وثلاثة واربعين من مئة دولار للتر هبطت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة ثنين وثلاثة عشر من مئة بالمئة لتسجل ثنين وخمسة وعشر من مئة دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أعلن وزير النفط العراقية حيان عبدالغاني عدم رغبة بلاده في الموافقة على إجراء أي تحديد لخفض الإنتاج في اجتماع أوبك المقبل وأكد عبدالغاني خلال تصريحات صحفية على هامش الجولة الخامسة التكملية والجولة السادسة للمناقشات الهايدروكربونية أن العراق نفذ ما يكفي من التخفضات الطوعية لإنتاج النفط ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين للشهر الثالث على توالي خلال شهر إبريل الماضي كما واصلت أسعار المنتجين انخفاضها ما يشير إلى تعافي الطلب المحلي وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات ارتفاع المستهلكين 3 من 10% في إبريل على أساس سنوي و1 من 10% مقارنة بأسعار مارس الماضي يتذلك بعد الكشف عن بيانات للواردات كانت أفضل من المتوقع في إبريل ما يشير إلى أن سلسلة من التدابير التي تبنتها البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية ربما حسنت معنويات المستهلكين أعلنت وزارة المجتمعات والأقاليم وتطوير البنية التحتية الأوكرانية أن نحو 1600 سفينة محملة بـ 45 مليون طن من البضائع أبحرت عبر الممر البحري الأوكراني منذ إطلاقه خلال الفترة الماضية وذكرت الوزارة أن هذه السفن كانت تحمل منتجات زراعية أوكرانية مخصصة لأسواق المواد الغذائية العالمية لافتة إلى أن حوالي 108 سفينة أخرى اقتربت الآن من مواني منطقة أوديسا لتحملها بأكثر من 3 ملايين طن من المنتجات لأغراض التصدير انتهت جوارتنا الاقتصادية ومن جديد عودة إليكم إلهام وأميرة شكرا لك الشرق وبأخبار الاقتصاد نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة إليكم تذكرة بأبرز العنوين خلال استقباله سلطان طائفة البهر بالهند الرئيس سيسي يشيد بدور الطائفة في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت والمساجد الأثرية بالقاهرة مصر تبلغ الأطراف المعنية بتحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع بغزة وتحضر إسرائيل من تدعيات استمرار سيطرتها على معبر رفح من الجانب الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي وصل ارتكاب المجازر بقطع غزة ويأمر بإخلاء مناطق شرق رفح الفلسطينية انتهت نشرة السادسة من التلفزيون المصرية شكرا للمتابعة وادمتم في أمان الله